زيكم يا حبيبي اعملين ايه? ياربوا تكونوا بخير. النهاردة كده نزلنا لنعمل مشتريات كده من نوع خاص. اه طبعا ده محل معروف عندنا في في شبرة. اه ادوات منزلية على مفروشات. اه طبعا انا النهاردة اقول لكم بس يعني حبيت ان انا اعمل فيديو ده لكل ست بيت عندها بنات. اه حتى لو هم لسه صغيرين. اه حابة وليها بس الفيديو ده ان هي تقدر ان هي ازاي تدبر وتوفر اه وتشتري لبناتها حاجات وتشيلها لهم. طبعا احنا في زمن صعب جدا. ان صعب ان نخلي مسلا اه ان احنا معانا بنات نقدر ان احنا نشيل لهم فلوس او كلام ده. اه لا انا عندي لما اشتري الحاجة واركنها احسن من اه امتها بتزيد اكتر من الفلوس. الفلوس امتها بتقل. اه احنا طبعا انا وفرت للبنات اه فلوس وهم من من العادية بتاعتهم. اه بقى يحوشوها. اه هم بيحوشهم مصرفهم. نزلنا المحل. اه حوشنا مبلغ يعني كده كويس. اه قلنا ننزل بقى بدل ما نشير لهم في في اي حاجة او نحتفظ بالفلوس. لا قلنا ننزل نشتري لهم الحاجات. زي ما انتو شايفين كده. احنا نزلنا بنتفرج على الحاجة الاول. ده محل عندنا معروف شبراء بيعمل عروض باستمرار. انا نزلت اه قلت نشوف لهم حاجات كده. قلنا نجيب لهم حاجات بالفلوس اللي معنا. اه انا جايب لهم حاجات قبل كده. قلنا ننزل عمان في روشات. اه قلنا نخلص من قصة الفوت. لقيني انا دخلت في قصة الفوت. قلت لنا اخلاص منها خالص. اه كان ناقصني حاجات بسيطة كده في الفوت. قلت اشتريها لهم. فقلت لنا نازم اشارك لكم واقول لكم احنا ازاي نوفر وندبر. اه وننزل نجيب حاجات لعيالنا. اه طبعا انا كده اه ميرول بس بتصور احنا معرفناش ان احنا نطلع صوت او احنا نزبط جو المحل ونصور بصوت. لاني كان حولينا هيصة. فحبيت بس ان انا فارقع الحاجة. وابعد كده ان طبعا نستمروا معي لاخر الفيديو. هتشوفوا كل حاجة انا هورغلكو اه هروح البيت وهفرض لكم كل حاجة. وكل حاجة يعني هورغلكو. وقلولي ايه او يوكو. اه زي ما انتو شايفين كده الحاجات اشكالها جميلة فوت اه وبشاكير اه بجميع انواعها واشكالها والخمات. طبعا انا ولا اقول لكم ان انا بشتري الحاجات الغالية جدا. ولا بشتري الحاجات القليلة قوي. انا بجيب خير الامور الوسط. بشتري الحاجات على قد فلوسي. وفي نفس الوقت الخمات الكويسة. يعني الخمات ولا ان هي خفيفة ولا ان هي تقيلة قوي. لأ الخمات اللي انا حاسة ان هي فعلا تقدر ان هم اه يستخدموها يعني اللي انتو شايفينه الطقم دوت ده طقم بشاكير كده. اطقم بشاكير. اه دي كل المفروشات اللي موجودة في المحل. اه طبعا انا زي بنعطي لكم انا قلت خلاص لهم من الفوت والبشاكير الاول. وبرضو اه الشرق لهم حاجات حلوة برضو. اه دي حاجات احنا بنفرقوا عليها لكن ما اشترناش منها. دي زي دواسات كده للقوض النوم للحمامات. اه دي بقى الميليات احنا حبيت بقى ان انا بتدي بالميليات انا خلصت ميليات المشجرة. فقلت لهم احنا هنجيب بقى الميليات اللي هي السادة. فابتدينا اول حاجة ان احنا نجيبلهم الميليات البيضة. اه طبعا اه قلنا يا على اساس الابيض بقى ان حاجة كده تشجيعنا ان احنا نشير ميليات بيضة تاني. اصار الميليات غالي على فكرة مش رخيصة. اه فاشترت لهم ميليتين بس بالفلوس اللي فاضت. لاني اعتبروا كده هما يعني الميليتين دول اه تقريبا يعني كانوا خلق يعني قربوا يخاصلوا الالف جنيه. يعني كانوا رب اه تسامية وكسول للاتنين. يعني الواحدة بربامية ويه. اه فهنبتدي ان احنا نجيبلهم حاجة في حاجة كده كل ما يبقى معي. دي برضو بطاطين بس احنا انا جايبا لهم بطنين لكل واحدة بس لسه ما كملتش باقي البطاطين. طبعا اوفر الفلوس. تعالوا بقى نكمل مع بعض في البيت اللي احنا جبناتين. ودلوقت بقى يا خبابي انا فارقوا على الحاجة اللي احنا جبناها من المحل. طبعا انا انا صورت بس كده ما ما قدتش ان انا ضلع صوت سايتها علشان كان فيه ناس اه طبعا جوا المحل وكانوا مشغالين اغاني. اه فاحنا دلوقت بقى يعني هوليكم بقى الحاجات اللي احنا جبناها. وطبعا اي واحدة ست بيت معاها بنات. اه اصولها ان هي تعمل زاي ما انا عملت. ان انتي تشيلي اه اه مصروف او تعويدي عيالك يشيلوا مصروفهم. مع طبعا اي عدية بتجيلهم في اي عيد. بكام مع دا كله. مع المصروف اللي انا بقدر ان انا اشيلهم من البيت مع مصروفهم هم. طبعا هم بيساعدوني بدا كله طبعا. هم بنات زي العصر بصراحة. اه من النوع اللي هم بيساعدوني ان هم يشيلوا. اه مش من اللي هم بياخدوا بقى عاوزين يسرفوا لنفسهم. الكلام دا لقا هم حاسين اللي احنا فيه. والزمن الصعب اللي احنا فيه. فطبعا اه ينزلوا بقى وبيفرحوا معايا بالحاجات اللي انا بجيبالهم. هنتفرج بقى مع بعض حاجة حاجة كده. طبعا دي اول حاجة. زي ما انتوا شايفين اهوت. ده اللي هو ايهم. ده ده نص بشكير. انا هفرقكم كل حاجة كده. هفرقكم خطعة منها. طبعا ما شايفينه كبير ازاي. بالنسبة للطقم الاولاني ده ده كان نص بشتير ده كان اخر حاجة. اه المحل ده على فكرة بيعمل عروض حلو قوي قوي. اه طبعا ده كده ده دي خوط. انا جبت منها طبعا للبنتين. اه نفصل الشكل. اختلاف الوان بسيطة يعني. احنا لبنتين. اختلاف الالوان بقى لان احنا ما بيلاقيش العلم بالالوان واحدة. فطبعا انا بخليهم كل حاجة هما بيختروها. هفتح برضه وليك اخده. طبعا اه يعني انا خامتهم طبعا لاني بفتحهم هو المحل وبشوفهم الاول. اه في خمات بتبقى خفيفة انا مواردوش اجيبها بصراحة. ان كل ما بتجيبها على قطن ومش مش قطيفة كل ما تبقى احسن. دي كده الفوطة زي ما انتم شايفين كده. اهو. طبعا باين حجم الفوطة ومن النص بشكير. اه طبعا زي ما انتم شايفين ده ده بقى بشكير كامل. طبعا برضه انا نقيت لهم احسن لونين. كان في الوان بس انا بحب الالوان. لا افتح لهم لحمر. ماشي. انا كان في الوان كتير هناك بس انا بحب الالوان اللي هي العراجة ينفع ان انا بحب المحل اللي افتح لكم كده بس كان صغب ان افتح لدي انا ده مريز معايا خليكو ايوه كده طبعا زي ما انتو شايفين ده كده بشكير كامل اهوت ده مش نص بشكير زي ما انتو شايفين طبعا النقشة اللي فيه اليمينة ده علي قطن القطيفة بتاع خفيف اوي ارم بحق برده اجيب القطيفة الكامل لان القطيفة مش بنشف يا جماعة خلي بلكو بالنسبة بقى قد اتقادل لشكل الثاني خذ يا مرحوطة طبعا ده اخر حاجة احنا جبناها بالنسبة للمرحوشات طعمين طعمين ملايات بيت انا على فكرة جايبانهم ملايات بس جايبانهم الملايات اللي هي المشجرة فدي بداية الملايات اللي انا جايبها اللي هي السيدة زي ما انتو شايفين هذه المقشة بس فرق واحدة ذهب او واحدة خوضية طبعا صعب ان انا نقشتها او نقشتها باردو مختلف يعني زي ما انتو شايفين كده اهو طبعا كل واحدة بقى بتنقل اللي هي او زي دول احسن شاكلين انا لقيتهم بطراحة اه انا لما بنزل بجيب لهم هما الاتنين زي بعض ليه؟ لان الفلوس بدايتهم هما الاتنين فما قدرش اجيب الواحدة وزعها الواحدة اه فبشيء بشلهم طبعا انتو هتقول لي ده لسه بدري ده سنهم لسه سغنن ده الكلام ده كله لا احنا لو شلنا فلوس الفلوس اه اه ام ام اتها بتوقع زي ما انتو شايفين الغلا اه اه اداني عملها تغلى اه اه يبقى حتى لو لحطينا فلوس وشلناها الفلوس هتضج الحاجة بتزيد أضعف أضعاف والفلوس زي ما زي ما certaines ضيئتها بسيطة قوى فاحسن حاجة انا اجيب لهم حاجة واشرها لهم دي احسن حاجة لان الحاجة كل يوم ففي زيادة كل يوم تضيف تضيف الحاجة بزيد اما الفلوس لو شلناها هتضف انتو لها هي هي ما فيئتش ده بالنسبه للامشة ده ندخلنا في نفس برضو المحل اللي احنا روحناه دخلنا قسم الأدوات المنزلية جبت لهم حاجات بسيطة بباقي الفلوس اللي كانت معي بصراح طبعا زي ما انتو شايفين كده جبت لهم الاسباتولة و جبت لهم الدوش طبعا كان فيه ألوان كتير هم حبوا اللون دوت هم الاثنين اللي شابوا يجيبوا حاجاتهم كلها زي بقى اي لاما بنك لاما بمجيتي بحبوا اللون دوت هم حبوا يجيبوا اللون ده هم قالوا لا ده أحسن لون طبعا انا بجيب لهم الحاجات اللي هي انا متأكدة ان هي ما بتسحش في التقليب لان فيه خمات بتسح زي ما انتو شايفين برضو الفرشة العريضة الحلوة انا جايبانهم انفقهم عبل كده بس انا حبيت ان انا جيب لهم تاني ده بالنسبة للحاجات اللي هو المعلقة والاسباتولة جبت لهم برضو مضربين زي ما انتو شايفين برضو البينك برضو هم حابين ان هم يجيبوا الالوان ده طبعا انا بجيبوا اللي هو المتين لان فيه منه الخفيف لا انا بجيب المتين عشان انا عارفة طبعا انا مجربة الحاجات دي فعارفة ايه اللي هممكن يعيش معاهم زي ما انتو شايفين اهوت ده برضو كان عمل عليه عرض كده حبيت ان انا جيب بقى يعني عامل العرض ده كان الثلاثة بعشرة انا جبت طبعا لازم اجهز نفسي معاهم طبعا بش عبل غير ما اجهز طبعا دي لها كزا حاجة دي قشرة بطاطس ديت اللي هي تعمل شبسي دي قطعت الحاجات اللي هي المخليلات المخليلات دي بقى اللي بتبشر الحاجات الصغيرة دي ممكن بتقطع جذر بطاطس ممكن تحطي البصلة مشارشارة فمجرد ما هتنزلي عليها كده الجذرة او البطاطس او اي حاجة هتتقطع لك مدورة زي ما انتو شايفها دي برضو انا اجهز تساوي تراتين كاملات السكينة بتاع تزين الترات بتاع الكريمة دي كما انتو شايفينها دي برضو عشان تساوي الترات والكلام ده يحضر بجونس الحراري по أجلت لهم جونس الحراري انا وض saberهم اللاحب經 انا اجب هم السيليكون استيقالا واحد دفعنا بشةจن الثانية يتعلق أحيب أكله في المطبخ جبت الوزاقة ما يمنع حسنا ما جيب بقى حاجات لي انا الاستباني الشخصي فدول طقم كده بقيته برضو ساعة رحيله مش وحش دي صفايات صفايات شاي وممكن ديت يكون يعني لذيق أنا طبعا عندي الكلام ده كله بس انه لما بلاقي حاجة راحل وممكن اكون انا محتاجها في البيت بس بجيبها يعني مش شرط المنزل اجيب حاجات معاهم بس انا حاجات ببقى محتاجها بس كده زي ما انتو شايفين دي الحاجات كلها اللي احنا جمناها يا رب كل ام عندها بنات طبعا زي ما انتو شايفين دي كل الحاجات اللي احنا ببنيها طبعا ده مش مش عيد واحد بس يعني انا كده محوشة ادية عدين زي ما تبقى عارفين يعني مع البنات لما بيبقى معاهم مصروب بزيادة هما بيشلوه فباخدوا يا رب كل ام عندها بنات تعمل كده صدقيني هتلاقي الحاجة عادت عليك بسهولة لان الزمن احنا فيه ده صعب صعب فلو ما عملتش كده مش هتقدر الجهازي بنت حتى من بناتك فاحنا نمشي واحدة واحدة طول ما هم صغيرين نشيلينهم الحاجة مش هتبوز ما تلعيش طول ما ما انت شايلهم ومحافظ عليهم ولا حد يقولك ده هتبوزوا من الركنة ولا الكلام ده ابدا طبعا نشايلهم حاجات كتير تانية يعني مش هو ده بس طبعا زي ما نعطي لكم بداية الملايات السادة انا جبت المشجر وخلصت منه الحمد لله هبتدي بقى ان انا ايه كل ما يبقى معي فلوس لان الملايات السادة اغلب كتير من الملايات المشجرة فبتدي بقى ان انا عشان كده جاب لكل بنت تقم لان التقم فعلا غالي مش رخيص زي ما نشايفين ده تقم العمرية كمان انا حبيت ان انا جاب القطن القطن عشان ما يزحلقش يعني انا عارفة الخامات من بعضها لسه مع المفارش لسه حاجات تانية جايب لهم الحفية جايب لهم مطاطين يعني الحمد لله بعدي حاجة حاجة فاذا اقولي كده ان انا اقدر ان انا اكمل معاهم وان احنا نجبلهم احسن حاجة وينفرحهم وهم يفرحوا بالحاجات اللي هم بيناقواها نفسهم وشجعوهم انو هم يشيلهم من فلوسهم ابتر وابتر وكل بنت كامل زيهم تشيلهم من مصروفها عشان خاطر ان هي تساعد بابا وماما وان هي في نفس الوقت تجهز نفسها يارب الفيديو كون عجبكم وان عجبكم الفيديو ما تنسوش الشير و لايك و الاشتراك وتفعيل الجرس عشان ينسلكم كل جدير ودعولي ان انا انزلك جنوم افتر و افتر كده ونقال لكم باي 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 كذلك